أكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار رئيس هيئة الاستثمار مهند شحاد أهمية إنشاء مشاريع استثمارية لصيانة الطائرات في المملكة مشددا على جدوى ربط تلك المشاريع باتفاقيات مع شركات الطيران الأوروبية جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية بين هيئة الاستثمار والشركة المهنية لصناعة الطائرات بهدف إنشاء مركز لصيانة الطائرات في المنطقة الحرة بحرم مطار الملك علياء الدولي وأضاف شحاد أن خلق تيار عنقودي يربط بصناعة صيانة الطائرات كإنشاء معاهد فنية وأكاديمية وخطوط للشحن الجوي من خلال تمكين الخبرات والمواهب الأردنية يخلق فرصا ذات جدوى اقتصادية ويساهم في تشغيل الأفكار والسواعد الوطنية وأضاف أن الشركة المهنية لصيانة الطائرات تقوم على مساحة 25 دنما وبرأس مال قيمته 17 مليون دينار ستوفر وظائف لـ 300 من الخبرات والكوادر الفنية الأردنية أهمية هذا المشروع أنه إحنا اليوم نتجهناه الاتجاه الصحيح لخلق عنقود هذا العنقود لصيانة الطائرات وإدارة منظومة الطيران هذا المشروع سوف يوفر فرص عمل للأردنيين 300 فرصة عمل مستقبلية اليوم كما الكل يعرف أنه أحد ميزات الأردن التنافسية هي أبناء هذا البلد والقدرات الموجودة فيه اليوم الشركة الأردنية للطيران عم تستفيد من قدرات الأردنيين وعم بتحطها في المكان الصح اللي إحنا بنقدر نخدم فيه العالم ترجمة نانسي قنقر